وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققها مشروع مستقبل مصر بالدلتة الجديدة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة توفير لاحتياجات اللازمة من المرافق وخدمات لسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والرأي لمشروع المستقبل مصر بالدلتة الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم والمينيا وبنسويف ومشروع سنابل سونو بأسوان ومشروع منطقة الدخل بجنوب مصر وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بتحقيق طفرة في رقعة الزراعية بما يضمن الأمن الغدائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية فضلا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومية يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج